هذا وشدد مسؤول أمريكي على ضرورة فرض الحكومة العراقية التهديئة على الفصائل قبيل فوات الأوان المسؤول بيّن أن العراق أمام تصعيد وتصعيد متقابل ومن المرجح اتساع دائرة استهداف الفصائل للمصالح الأمريكية مقابل ردود أمريكية دقيقة تهديف إلى الردع تحت شعار الدفاع عن النفس وأضاف أنه ليس أمام الحكومة العراقية إلا إعادة النظر بمقاربتها القائمة على الحوار نحو مقاربة فرض التهديئة على الفصائل وإن عدم الموضي بهذا الخيار قد يدفع الولايات المتحدة لانتقاء أهدفا من المستوى القيادي الأول للفصائل